مشاهدين الثمنة صباحاً ما وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوية فضالية هالة شكراً جمانا الثمنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بقصر الاتحادية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود صون وترسيخ السلم والأمن الدولي ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء الياباني المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعاية اليابانيين من السودان ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين وخلال المنتدى أعرب مدبولي عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن محفظات التعاون بين مصر واليابان شهدت نموا مضطرد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ إجمالي محفظات المنح والقروض اليابانية حوالي ثلاثة مليارات دولار لتنفيذ أكثر من ثمانية عشر مشروعا أعلنت الخارجية أن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا وأوضحت الخارجية أن جهود الدولة نجحت أمس في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان قال الجيش السوداني أنه وافق على تمديد الهدنة مع قوة الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة وعرب الجيش السوداني في بيان له عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات تنفيذ الهدنة ويتبادل طرف النزاع بانتظام الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية في الرابع عشر من إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك هذا ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هناك صعوبة تواجهها القوات الأوكرانية في مدينة بخمط التي تشهد معارك الشريسة مع الجيش الروسي في الوقت نفسه أعلن الجيش الروسي أنه أحرز تقدما في اتجاهات مختلفة داخل بخمط مشيرا إلى أنه يسيطر على 90% من المدينة حتى الآن وتعتبر مدينة بخمط مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في منطقة دومباس شرق أوكرانيا ومنذ الصيف الماضي تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة ورياضيا ودع فريق بيرميدز بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فريق مارومو جالنس الجنوب إفريقي بهدف النظيف في إياب الدور الربع النهائي للمسابقة القارية وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحسم الفريق الجنوب إفريقي تأهله للدور النصف النهائي للكونفيدرالية بهدفين لهدف في مجموع مبارتي الذهاب والإياب فيما ودع بيرميدز المسابقة من الدور ربع نهائي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل